جولة رابعة وأخيرة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ينتظر أن تسدل السطار على تواجد القوات القتالية الأمريكية في العراق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وصل إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن استباقاً لاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاذيمي وزير خارجية العراق أكد عشية الزيارة أنها تهدف إلى عدم الإبقاء على أي قاعدة أمريكية في العراق حيث ستشهد جولة الحوار الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من كافة الأراضي العراقية رئيس الوزراء العراقي كان بدوره قد كشف في تصريحات للعربية مضمون التفاهمات مع الأمريكيين نحن سوف ننظم علاقاتنا نحتاج إلى قوات لتدريب قواتنا العراقية ونحتاج إلى دور في دعم قواتنا الجوية ونحتاج إلى دعم استخبار في الحرض الداعش الكاذيمي كان أكد كذلك أن بغداد تريد تحييد العراق من أن يكون ساحة حرب أمريكية إيرانية وهو ما يعطي برأي المراقبين بعداً لطبيعة المهام للقوات الأمريكية المتبقية في العراق بعد استكمال الانسحاب إدارة بايدن من جانبها تبدو مصممة على إنهاء الحروب التي لا نهاية لها كما توصف مع التأكيد على رفض الاستفزازات الإيرانية حيث سبق لبايدن أن أمر بشن غارات جوية على معسكرات إيرانية في سوريا في عز مفاوضات النووي الإيراني في فيينا رمضان بالعمري العربية